ازايكم يا شباب هنبدأ بإذن الله نحل من كتاب المرجع ولما نخلصوا ان شاء الله نبدأ نحل من كتب تانية ده تماشيا مع الحصة بتاعتنا بحيث نبقى ماشيين من كل النواحي بتسمعوا فيديوهات لحل وبنحل السابق وبنحل في الامتحانات في الحصة وإلخي من كل ده أولا هنبدأ بالدعمة في النبات بيقول لي تكتسب جدر الخلايا النباتية الصلابة إذا ترسب فيها إحنا إيه اللي بيترسب بيدي صلابة قال لي السليلوس طب ليه الكيوتين والسيبرين ما ينفعش دول ما بيدوس صلابة دول مانعين لفقد الماء أو غير منفزين للماء اتنين من أمثلة الدعمة التركبية في النبات الخلايا الكولانشيمية والاسكلارانشيمية اللي حفظناها بكلمة كل ويسكر كولانشيمية واسكلارانشيمية كولانشيمية يترسب عليها سليلوس واسكلارانشيمية يترسب عليها لجنين طيب تلاتة من المواد التي ترسب في جدر الخلايا النباتية لتحول دون فقد الماء من اللي بيمنع فقد الماء اتنين عندنا الكيوتين والسيوبرين بيمنعوا فقد الماء عشان كده الكيوتين والسيوبرين نقدر نقول عليهم ليهم دور مزدوج في الدعامة الفيسيولوجية والدعامة التركيبية واللي اكتر في الدعامة الفيسيولوجية والتركيبية الكيوتين يعني لو جابهم في اختيارات مع بعض من ليه دور في الاتنين وكان جايب كل واحد لوحده اختار الكيوتين ولكن برضو السيوبرين ليه دور في نفس القصة أنه هو مانع لفقد الماء وبالتالي يشترك في الدعامة الفيسيولوجية وهو برضو تبع قصة الدعامة التركبية خلاص طيب أربعة تكتسب جدر الخلايا النباتية الصلابة نتيجة ترسب إيه سليلوز والجنين السليلوز والجنين دولة بيكسبوا الجدر صلابة بيترسبوا فين زي الخلايا الكولانشمية والإسكالورانشمية كرويسكر برضو سؤال خمسة تحتمد الدعامة الفيسيولوجية على الظاهرة الفيزيائية مصبوط إيه الظاهرة الفيزيائية اللي في الموضوع ده اللي بتتنقل المية من التركيز الأعلى للتركيز الأقل الماء بينتقل من مكان ما فيه مية كتير مكان فيه مية أقل ودي تتناسب مع الفيزية مش الكيميا انتقال الحاجة من تركيز أعلى من أعلى الأقل ده يمشي مع مادة الفيزية ما يمشيش مع مواد كيميائية ما فيش مواد هنا سؤال ستة تعتمد الدعامة الفيسيولوجية على وجود يطار السيلولوز ولا اللجنين ولا الفجوات ولا كل ما سابق الفجوات العصرية لان احنا قلنا الدعامة الفيسيولوجية هي زيادة دخول الماء بالخاصية الاسموزية الى الفجوة العصرية يبقى المسؤول عن الدعامة الفيسيولوجية الفجوة العصرية سبعة اي الحالات التالية تكون الدعامة تركيبية قال لي ترسيب اللجنين على جدر الخلايا الاسكلورانشمية ما احنا عملين نقول كل وسكر كلانشمية وسكلورانشمية واجب لك الاسكالورانشمية بترسب عليها لجنين طب فاكرين الكورانشمية بترسب عليها ايه سللوز مش موجودة في الاختيارات طب اقرأ بقى الاختيارات انتفاخ البزور دعمة فسيولوجية استقامة النبات بعد ريها برضو دعمة فسيولوجية سؤال تمانية تتميز خلايا السوق العشبية الذابلة او البزور والثمار المنكمشة دي حاجة دبلانة ومنكمشة ايه رأيك هيبقى تتميز باية ترى فيها مياه كتير لا فيها املح كتير اه طيب منتفخة ولا منكمشة امنكمشة كلمة الضغط الاسموذي يعني كم او ضغط الاملاح فيها املح كتير وہ بيقول زيادة اه هي فيها الضغط الاسموذي عالي كلمة اسموذي يعني ملوحة هل فيها زيادة ملوحة اه فيها زيادة ملوحة عشان هي مفعش مية عشان كده الذابلانة قلة الماء بالفجوة المصارية اه هي دابلانة من ايه من قلة المية يبقى التلات حاجات دول يمشوا مع خلية او ثمرة منكمشة يبقى كل ما سابق اللي بعده سؤال تسعة تتميز خلايا السوق العشبية او البذور والسمار الذابلة او المنكمشة بعد فترة مناسبة من ريها بالماء هنا بيقولك هي كان ذابلانة بالسن ترويتها بالمية يعني دخلت لها مية يبقى انخفاض تركيز الزائبات اه الزائبات تركيزها هيقل عشان المية دخلت انخفاض الضغط الاسموزي يعني ضغط الاملاح اه هيقل عشان في مية دخلت لها زيادة ضغط الامتلاء كلمة ضغط الامتلاء يعني ضغط المية يا تارى ضغط المية كتر اه ضغط المية كتر ما في مية دخلت لها يبقى الشاطر ياخد باله عندنا ضغط اسموزي وضغط امتلاء والاثنين عكس بعض ضغط الاسموزي وضغط الاملاحة والملوحة ضغط الامتلاء هو ضغط المية لما ما تبقى مية كتير دخلت يبقى فيه ضغط امتلاء بيزيد فيه مية خرجت يبقى ضغط اسموزي بيزيد يبقى كل ما سبق سؤال عشرة زيادة كبيرة في نسبة الزائبات داخل الفجوة العصرية للنبات يؤدي الى زيادة انت دلوقتي زودت الزائبات في الفجوة العصرية هيعمل ايه يطرى الضغط الاسموزي اللي هو ضغط الاملاح هيزيد اه هيزيد يطرى امتصاص الماء بالاسموزية عند توفر المية هيزيد اللي اه يعني ايه يعني انت لما تاخد الخلية اللي فيها املاح كتير دي وتحطها في حتة فيها مية هتمتص مية كتير ليه لان هي فيها املاح كتير طب تالت اختيار لو فقدان الماء ده هل فيه خلية فيها ملح كتير هتفقد الماء هيزيد فقد الماء لا فيها لا مية خلاص فقدت المية مش هنزيد الطينة بلا فالاختيارين الصح ألف وبي اللي هو الضغط الإسموزي هيزيد وامتصاص الماء بالإسموزي عند توفر الماء هيزيد بس لما تتوفر الماء سؤال 11 تنتفخ الخلية النباتية إذ دخلوها الماء عن طريق الخلية النباتية هيدخلها الماء وتنتفخ بالخاصية إيه بالخاصية الإسموزي دي معلومة سهلة تنشأ الدعامة الفيسيولوجية عندما يزداد حجم الخلية ضغط الخلية الداخلي انتفاخ الخلية الثلاثة بس خالي بلكوا ضغط الخلية اللي هو ضغط الامتلاء اللي هي الماء اللي ضغطت يعني يبقى ثلاث حاجات بيحصلوا لما يبقى فيه دعامة الفيسيولوجية موجودة حجم الخلية بيزيد ضغط الخلية الداخلي اللي هو ضغط الامتلاء بيزيد تنتفخ الخلية نفسها سؤال 12 الدعامة الفيسيولوجية في النباتة تتمثل فيه الدعامة الفيسيولوجية بتتمثل في إيه تغلص ترصه بامتلاء الأوعية النقلة بالمحالية الغذائية كل دي اختيارات ما تنفعش إيه الاختيار اللي ينفع انتفاخ الخلايا النباتية نتيجة امتلائها بالماء هنا بشع دعمة فسيولوجية من تركيب الدعمة في النبات إيه الحاجة اللي بتدينا دعمة يعني من حاجات الدعمة التركيبية هل أنسجت لحق؟ لأ هل الخلايا البرانشيمية؟ لأ هل الخلايا المراستيمية؟ لأ هل الخلايا كلانشيمية؟ أه كل واسكر اخت الاسكلورانشمية دي كولانشمية من ضمن الحاجات اللي بترسب عليها سليلوز طيب ليه البرانشمية ما تنفعش البرانشمية يا صديقي مليئة بالفجوات العصرية يعني دي والبلاستيدات الخضراء يعني فيها بلاستيدات خضراء وفيها فجوات عصرية فيها فجوات عصرية فيها دعامة في السيولوجية اكتر فيها بلاستيدات خضراء ودي معلومة ليكو بتقوم معاملية البناء الدوي حلوة جدا خلال البرانشمية دي الاسئلة بالنظام الابن بوك هنحل منهم حوالي عشر اسئلة تمام بيقول لي هنا ايه تنتفخ الخالية النباتية عند وضعها في الماء الكتاب مجاوب العبارة من المحتمل ان تكون خطأ طيب خليني نرجع كده لكتابنا او المعلومات اللي عندنا في بنك المعرفة كاتب لنا ان الخالية تنتفخ ولا تنفجر الخالية تنتفخ ولا تنفجر من شاطر قول ليه لا تنفجر اصلي ورا الغشاء البلازمي مهما امتلقت فيه كفر بيغطي عليه اللي هو الجدار الخلوي بصوا الرسمة اللي تحتها كده تلاقي الجدار البلازمي ده متحوط بالجدار خلوي عشان كده الخالية النباتية مهما دخلها الماية مش هتنفجر فانا مش مع السؤال ده ولا مع صيخته وهو كله شاكب راكب كده فيه مشكلة خلاص يعني ايه العبارة من المحتمل ان تكون خطأ انا ماني يا عم هي مش هتنفجر خلي ليه لا تنفجر لا تنفجر لاني فيه جدار خلوي طيب ادرس الشكل المقابل ثم بيقول لك يرجع اختلاف ما حدث الخالية نباتية ثلاثة عن اربع تعالوا بس نرجع للرسمة هنا بيقول لك فيه خلية هي اللي هي الخلية اللي فوق تمام الخلية اللي فوق دي اديها محلول ومرة وديها مرة محلول تانية لما ادها المحلول رقم واحد ده لقينا ان الغشاء البلازمي بدأ ينتفخ ويروح لناحية بره يروح ناحية الجدار الخلوي وبدأت الخلية تنتفخ الشاطر يقول يا ترى المحلول اللي انا اديته لها بس عايز اقول لكم كلمة محلول يعني محلول يعني مية مع ملح ايه رأيكم انا لما اديت محلول ونفخ الخلية ترى كان في ملح اكتر ولا مية اكتر اكيد مية اكتر انا هو اعمل لكم القصة زائبات قليلة ومية اكتر ما هي المية الكتيرة لان الخلية تنتفخ طب بص ناحية تانية هنا بص ناحية تانية هنا اديت محلول اتنين محلول اتنين ده كان فيه املاح كتير ولكن ما هي قليلة عشان كده الخلية لم تنتفخ يبقى الخلية اربعة لم تنتفخ والخلية تلاتة انتفخت تعالوا نرجع كده ونشوف الاختيارات الاختلاف في الحجم هنا يقول ايه يرجع الاختلاف تركيز الزائبات في المحلول واحد اقل من المحلول اتنين محلول واحد ده اللي انا ادته كان في زائبات قليلة يعني ملح قليل اما اتنين اربعة اتنين سوري كان فيه املاياح كتير يبقى الاجابة تركيز الزائبات في محلول واحد كان اقل من اتنين طيب ما حدث في الخلية تلاتة اللي هي اللي انتفخت يدل على ايه ضغط مين اللي هيزيد قال زيادة ضغط الامتلاء بداخلها عشان هي اتملت بالمية ففيه ضغط امتلاء تمام وكلمة ضغط الامتلاء دي معلومة جديدة متضفة على بنك المعرفة وما كانتش موجودة في الكتاب ولكن اعرفوها للعلم يعني طيب ما حدث للخلية اربعة اللي هي انكمشت اللي دخلها ملح كتير ومية قليل ايه سببه قال لك ارتفاع نسبة الزائبات بمحلول فجواتها العصرية الملح ذات فيها طيب او الزائبات عمتل لان الزائبات فيه سكريات وفيه املاح تلاتة تتميز خلايا السوق العشبية الزابلة بكل ما يأتي دي دبلانة يعني فقدت مية فيها ملح كتير مش منتفخة يقول لك زيادة تركيز الزائبات ايوة دي تبع الحاجات اللي فيها لكن هو بيقول لي مع عدى نقص نسبة الزائبات بمحلول فجواتها لا يا حبيبي لا الاملح كتير يبقى ودى اللي نختاره طب يرأيكو زيادة الضغط الاسموزي داخل الفجوة العصرية ضغط الاملح زايد اه زايد قلت المية المية قليل يبقى الثلاثة دول كلهم صح معدى واحدة اللي هي التانية دي اللي غلط وعشان كده هو قال لي مع عدى يبقى هنختار التانية اربعة دعام الفيسيولوجية تعتمد على خاصية فيزيائية وتزداد بزيادة درجة الحرارة الجوية في تربة جفة بيقول لي دعام الفيسيولوجية تعتمد على خاصية فيزيائية دي احنا مش معترضين عن الجملة دي اه خاصية فيزيائية عشان الفيزية من التركيز الاعدى لتركيز الاقل ويقول لي الدعام الفيسيولوجية بتزداد بزيادة درجة الحرارة في الجو في تربة جفة يا راجل الدعام الفيسيولوجية بتزيد لما الحرارة بتزيد وكمان طربة جفة لأي عبارة دي غلط كلها يبقى الاولى نص العبارة صح ونص التاني غلط سواية رقم خمسة استمى نقل نبات من طربة عزبة الى طربة مالح خدت نبات من ميا حلو فى ميا عزبة واطيته ميا مالح المية مالحة مالحة فيها مالح كتير يبقى المية اتهرب من النبات للبحر او المية اللي انت ح distinctive يبقى المية هربت منه يبقى الضغط اللي في مين يطرى ضغط الامتلاق ولا الضغط الاسموزي اللي هو ضغط الاملاح لان المية هربت منه وبالتالي بقى في ملح تركيزه او زائبات تركيزها كبير سؤال رقم 6 قد تلعب الاسموزية احيانا دورا في فقد الخلية النباتية لدعمتها الاسموزية اه طبعا الاسموزية خروج الماء هيخرج المية وتنكمش الخلية وبالتالي فقدت الدعامة الفيسيولوجية سؤال 7 تحتمد الدعامة الفيسيولوجية في الخلية على موجود فجوة عصرية عالية التركيز ليه لازم تبقى فجوة عصرية عالية التركيز عشان تسحب المية من التربة انت لما يبقى في ملح كتير او زائبات كتير في الفجوة العصرية اللي في الجذر بتاع الخلية يقدر يسحب من التربة عشان هي تركيز املحها اكتر تمام طب انا شطبت اختيار الاول ده ما انفعش والاختيار الاخير ده ما انفعش طب ليه ما اخترناش انتقال الماء بالخاصية الاسموزية على فكرة الجملة دي صح مش غلط ولكن الجملة اللي اختارها وجود فجوة عصرية عالية التركيز دي اشمل لان الوجود الفجوة العصرية هو اللي بيعمل الدعمة الخاصية الاسموزية نفسها فهوما اللي هنا الجملتين يعني قريبين للصواب ولكن الاقرب للاجابة وجود فجوة عصرية عالية التركيز طيب بيقول لنا هنا ايه سمرتان من بطاطس متماثلتان جبت حتتين بطاطس او بطاطستين كل واحدة خمسين جرام نفس الوزن يعني او نفس الكتلة وضعتهم في محلول ألف ومرة في محلول بف بيقول لك الاولى حطيتها في محلول ألف ده محلول سكري مرتفع التركيز خل بالكو تركيزه في سكر كتير اكيد الماء هتهرب من البطاطساية هتروح له يبقى خل بلكو البطاطساية هتهرب منها الماء وتروح له ببطاطساية في محلول ألف هيصغر حجمها هيصغر كتلتها هتصغر كتلتها لان Woche فقدت ماء اما به في انبوبة بها ماء مقطر وتركتهما لفترة زمنية بيقولك ان به دي مية يعني مية حلوة مفيهاش املاح يبقى اكيد المية دي هتدخل جوة البطاطساية فالبطاطساية تكبر فوزنها يكبر يبقى البطاطساية اللي في محلول الف صغرت واللي في محلول به كبرت يبقى 40 جرام و70 جرام بالترتيب تسعة تحتوي معظم خلايا النباتات الحية على فجوات عصرية هذه الفجوات تساعد الخلايا النباتية على انتصاص الماء بالنقل النشط يا راجل هو معظم النباتات اه بتحتوي على فجوات عصرية ولكن الفجوات العصرية دي ما بتمتصش الماء بالنقل النشط ولكن بتمتصه بالخاصية الاسموزية هنا ييجي يقولي في سؤال عشر وده يركز فيه وده سؤال جميل قامت مجموعة من العلماء بدراسة ممرات الماء في النبات بداية من خلايا الجدر الى خلايا الورقة وكان معدل فقد خلايا الجدر اللي دعمتها الفسيولوجية احد اهم المتغيرات نولوها في الدراسة اي الرسومات البيانية الاقرب تعبيرا عن معدل فقد الدعم الفسيولوجية وعايزنا نناقش فقد الدعم الفسيولوجية لجدر خالية جذر حية بيتكلم على الجدر بتاع النباتة اهو تمام الجدر مش الاوراق ولا الصاق خلال الفترة التي تبدأ من الساعة العشرة الصباحا وحتى العشرة مساءا يعني من عشرة الصباحة العشرة بالليل علما بأن النبات ينمو في تربة مثالية كلمة تربة مثالية يعني فيها مياه متوفرة طول الوقت خلاص يعني ما تعطاش تلقي ميتها بس خلي بالك وبتكلم على مين على بده عمل الفسيولوجية في الجدر بتاع النبات فالاجابة كانت رقم واحد ايه ده ازاي واحد معدل فقد الماء سابت ما بيتغيرش من الساعة عشرة صباحا لعشرة مساءا ايوة لأن الجدر ما بيتعرضش للشمس فمروش علاقة بتغيرات الزمن دي اللي هي صبح ولا ليل ولا ظهر ما هو ده جدر مدفون تحت التربة كده كده يا ظلم عنده تحت طيب فقد الماء بيقولك طب ليه المفروض تفقد مية عشان فيه الورق بيسحب من الجدر المية قالك ما هي موجودة في تربة مثالية يعني المية متوفرة فيها مش هتلاقي مش هيحصل لها نقص للمية فهنا الواضح فيها ان اللي بيحصل اعمل لكم بالقلم شايفين هنا دي سابتة معدل فقد الماء سابت الخط ده اللي ما بيتحركش لا بيعلى ولا بيقل ده بيقول فيه سبات هنا كلمة سابتة دي ايه السبب فيها ان المية اللي بتفقدها بتجيلها من الجدر تحت وما بتتأثرش كمان بفقد الماء في طول النهار او طول الوقت ده بالجو علما بان الاوراق فوق بتتأثر بالنتح في النهار فبتسحب برضو مية من تحت ولكن كلمة تربة مثالية دي هي اللي حلت لنا المشكلة وخلت معدل فقد الدعامة ثابت ما بيتغيرش وبكده يكون خلصنا الجزء اللي عايز اشرحه لكم المرة دي تمام الفيديوهات دي تبقى فيديوهات صغيرة كده بحيث ان انت ترفريش على الفصول الاديمة يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا